لا يترك فراغ غياب أجهزة الدولة ومؤسسات الشرعية للجيوب والعصابات والميليشيا لتملأه فحسب بل لتتمدد لإزاحة أجهزة الدولة وكل ما يهددها لإشاعة ثقافة الفوضى على حساب دولة القانون أحداث تعز الأخيرة تحكي شيئا من هذه المعادلة كيف تحول مراهق لم يتجاوز العشرين من عمره من أحد منتسبي الجيش إلى قائد عصابة فيد وواحد من أكثر الشخصيات تأثيرا على المشهد في تعز وأحد مشعلي الفوضى داخل المدينة غزوان المخلافي أحد أبرز أسباب الاضطرابات والتوتر داخل المدينة المحررة يقود مجامع مسلحة خارجة عن القانون لأخذ لتاوات من المواطنين ومنافسة الدولة أدوارها تضخم بعيدا عن طرف الدولة ليخوض ضدها اشتباكات مسلحة أعتقل أكثر من مرة لكن الجهات المعنية أطلقت سراحة ليعاود مهمته الفوضوية من جديد بضوء أخضر مؤخرا نصبت عصابة غزوان كمينا مسلحا لموكب مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي محاولة اغتيال أحبطت هذه المرة إلا أنها ستكون أكثر سوءا في المرات القادمة إذا لم يتم تدارك الأمر ووضع حد لتلك العصابات المسلحة التي تجاوزت مستوى الجباية إلى استهداف الأجهزة الأمنية والعسكرية وإشاعة الفوضى داخل المدينة لم تكن محاولة اغتيال مدير أمن تعز هي الأولى فقبلها بأيام اقتحمت تلك العناصر منزل العميد صادق العامري رئيس فرع جهاز الأمن القومي في المحافظة خرجت حملة أمنية لملاحقة غزوان وعناصر ودارت اشتباكات في جولة سنان وساحة الحرية وأحرقت العناصر دورية تابعة للأمن الإعلام الأمنية التابعة لشرطة تعز أكد أن الحملة ستستمر لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون على رأسها غزوان المخلافي هل تنجح الحملة الأمنية هذه المرة لتملأ فراغ أجهزة الدولة في المناطق المحررة أم أنها ستتوقف قبل تحقيق أهدافها لتستمر دوامة الصراع الداخلي والفوضى في تعز بعيدا عن معارك تحرير ما تبقى منها من ميليشيا الحوثي